بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم ويتجدد اللقاء في برنامجكم الحياة أخلاق وكان من هدي رسول الله الدعاء اللهم اهديني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم أمين لا زال الحديث موصولا بنا حول الصدق ويمكن أنا ختمت حلقة الأمس بقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه الآية لها سبب نزول إن في واحد من الصحابة اسمه سيدنا أنس بن النضر أنس بن النضر يبقى عمي سيدنا أنس بن مالك بيقول سيدنا أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر لم يكن من ضمن صفوف المسلمين الذين خرجوا مع النبي في يوم بدر فقال لئن بلغني الله غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع لو أنا خرجت معركة تانية مع النبي أجاهد في سبيل الله ليرين الله ما أصنع يعني سأبلي فيها بلاء حسنا فجاءت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة فخرج سيدنا أنس بن النضر مع سيدنا النبي وخرج يجاهد في سبيل الله فأبلى بلاء حسنا لما انتهت الغزوة بحثوا عن سيدنا أنس بن النضر فلم يجدوه كان من ضمن السبعين الذين شرفهم الله بشرف الشهادة وكانوا من ضمن القتل في سبيل الله في غزوة أحد وضمن السبعين الذين دفنوا مع سيدنا الحمزة عند جبل أحد وجبل الرما بحث عنه سيدنا النبي وقال للصحابة أين أنس بن النضر يقول أنس بن مالك فما عرفناه إلا أن أخته عرفته ببنان بعلامة في بنان في علامة في إصبعه يقول ووجدنا في جسده ما بين ثمانين ضربه ضربه بسيف أو رميه بسه أو طعنه برمح ثمانين ضربه في جسد سيدنا أنس بن النضر فلما أخبرنا النبي بهذا الأمر فنزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيم الصدق الصدق في الجهات في سبيل الله الصدق في التوبة الصدق في الأوبة الصدق في العبادة الصدق في معاملة الله سبحانه وتعالى التعامل مع الله الصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في معاملة الخلق أن تعامل الخلق بالطلطف وأن تبتعد عن التكلف وأن الإنسان يبتعد عن العنف والتعنف يبقى هيّن ليّن سهل عنده سماحة عنده بشاشة عنده شفقة عنده مودة عنده لطف عنده وئام عنده التئام مع الخلائق وده اللي احنا محتاجينه في حياتنا وفي دنيانا وفي تعاملاتنا في بيوتنا وفي خارج بيوتنا في العمل في المسجد في الشارع في الطريق في كل مكان يبقى الإنسان صادق مع خلق الله وصادق مع الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب الله له مثل في القرآن بصدق واحد أو بصدق ثلاثة من أصحاب النبي اللي تخلفوا عن غزو التبوك وكان منهم سيدنا كعب بن مالك ونزلت الآية سيدنا كعب جلس في بيت خمسين يوم منتظر البراء من الله ومنتظر التوبة من الله عليه فربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وبعدين يقول بعدها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من صدق في توبته حقت رحمته من الله جل وعلا وقبل الله توبته وغفر ذنبه وزلته ومحى عنه السيئات وضاعف له الحسنات الصدق ثم الصدق ثم الصدق الصدقين أعد الله لهم الثواب الجزيل هنتعرف على ثواب الله الذي أعده للصدقين بعد الفاصل صلوا على الحبيب